انا كده حبيت اوريكم زيارة يعني اخدوا بالكم انا النهاردة بستعرف مع حضراتكم فيه الكام دي ايه دول موقع مصر من العالم طيب خلصنا ده خلصنا الدول العربية وخلصنا الاتصالات مع ماليزيا وخلصنا اللقاء مع الاعلام وخلصنا كل ده مصر النهاردة او مصر بتستضيف الدورة 25 وده خبر ارجوكم تابعوه ارجوكم تابعو الخبر ده مصر بتستضيف الدورة 25 المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية طبعا حضراتكم هتقولوا يعني ايه هقول لكم ده المجلس الذي يضم وزراء التنمية المحلية الافرق ويضم عمد ومحافظين العديد من دول والمدن افريقيا اعضاء المجلس التنفيذي لهذه المنظمة دول بيستعرضوا ايه دول بيستعرضوا التطور الذي تشهده افريقيا وتشهده المدن الافريقية وتشهده كذا وغير 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 طيب دول لما بييجوا يحضروا مصر وان هم يعملوا الدورة 25 بتاعتهم هنا وتستقبلهم مصر وتستضيف هذه الدورة ده معنى دور مصر ايه في افريقيا النهاردة واحد اتنين ان كل المخططات التي تقوم بها مصر لدعم الريف وتطوير الريف وتطوير القرى وتطوير هذه المناطق تطرح على هؤلاء دول جايين يشوفوا وانت يا عم بتعمل الكلام ده ازاي طيب ما نحن نحتاجه في افريقيا الى كثير من هذه الاشياء حقيقة طبعا هذه الاستلافة تحت رعاية وزارة التنمية المحلية المصرية وحضر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العالم وحافظة القاهرة خلينا نوريكم تقرير عن هذا اللقاء وهذه الدورة ونرجع نكمل حديثنا مرة تانية